مرحبا بكم في الحق الأول من السلسلة التي سوف نفهمها الكثير من اللعبات على الرعب السؤال اليوم هو ما هو الهيبوب إذا أعجبكم البلانو بيتنا نكمله ووصلوا هذه الحلقة إلى 1500 جيم واخلي لها الرأي يجارك في المنتهر وإذا ستدعم القناة سترك هذا الفيديو واخليونا نبدأ الهيبوب هي واحد الكلمة التي تتكون من هيب و هوب ومعنده شي ترجمة حرفية الهيبوب هي واحد تقافة التي بنت في السبعينات وبالضبط في نيويورك في واحد الحين الذي اسمته البرونكس والسبب هو هذا السيد هذا اللي هو كولورك عقله على دسمي هذا بحيث كان عنده واحد كبير في هذه التقافة رجعوا عند كولورك اللي أصوله من جامايكا بحيث قبل ما يرحل الأمريكا كان عيش في واحده المدينة اللي اسميتها كينغستون في جامايكا وتما شافش وحدي اللي تيدير واحد ستيل اللي اسمته الطوستينج هذا الشي هذا في الستينات بحي هذا الستيل هذا بالزربة هو تتشد موسيقى وتتحطفها القوافي رجعوا لأمريكا بحيث كولورك سيكون أول سبع مليا جيل الهيبوب واللي هو الجي جي كولورك كان عيش مع أخته سانجي وكانوا تجيروا حفالات صغارتي زيه وبها بنادم وهو اللي كان تجير الجي جي وتم في كترة الشعبية جيلة الفنادة واللها التقافة جيل الهيبوب بحيث تم قرر كولورك انه يتم حفالات كبار شوية وهنا فين غاجيبا السبع الثاني هو الامسيين والمستر اوف سيريموني هو اللي تشتاد الحفالات هاده سوف تطور هذه الكلمة جيل الامسي و سوف تكون راب بر بحيث الراب سوف ندوه عليه الحلقة الجيلة ان شاء الله في نفس هذه الحفالات هاجي أولتي عيش كولورك على شو حاجين اللي اسماهم البيو بويز وما اللي تشتحوا مع الامسي و الجي جي فوق دي بيت وهنا فين بان السبع الثالثة والبريك دانس وكان خاصة هذا البلايس هاده ما يبقىوش تيبانوا عاجيين البلايس اللي فين تجير الحفالات جيلهم وهنا فين غاجي بان السبع الرابع والغرافيتي بحيث مخوتنا اللي ترسموه في الحيوض هذا الموت وبدأو الناس اللي رابعو في الزنقة والشهر هاده ستيلا ديال الراب بحيث هنا فين غاجيبان و دي فريستايل وكان خاصهم دي بيت فوق الشي رابعو وهنا فين غاجيبان السبع الخامس والأخر والبيت بوكس هكذا نكونوا من اليد اللي بوب انا نشرحوه بوحدة بوحدة ونعطيوه عليها امتيله التسك الجوكي والدي جي جي والترجمة دياله هو منسق الأغاني بحيث تختار الموسيقى وتخلط البيت وبطبيعة الحال تزيد توشيات دياله بحيث سكراتش الى خيره اشهر دي جي في العالم كان دي جي خالد دي جي سنيك و دي جي تي ستو اما اوائل الفاتشي هذا كان طبيعة الحالكو الهورك افريكا بومباطا و جراند ماستر فلاش اما المغرب كان دي جي ابديل دي جي توتو و دي جي كاي اما الكنين حاليا كان دي جي سيم ايتش و دي جي حميدة البريك دانس هو شطح فوق البيت و تتطلب بنادم تكون عنده واحد الرشقة كبيرة بحيث تستيلاده تشارف البرازيل في الثلاثينات بالنسبة للبيبوي في جوج ديال الانواع كان الفريز ستايل و كان الباور موف ستايل اشهر البيبويز في العالم كان ادم صافاني في سكيتش كيكو و ليلو و كان ماشين اما بالنسبة للمغرب فعدنا بطل عالم ديال 2018 و اللي هو ليلزو البيت بوكس هو تقلد الصوت اللي بيت و تتلقى يقدر يقلد بزاف ديال الالة موسيقية هي بفمو اشهر واحدين في هذه الستيلاده كين سارو كين بول بو و كين بري و مان الجرافيتي هو الرسومات اللي تتلقاهم في التران الميترو الطوبيس و الزناقي وهذه الفنة تتدوز منه مساجات الحكومة والبلاد و تتخرج اي حاجة درك في قلبك في الحيو الراب هو اخر عنصر في الهيبوب و بطبيعة الحال ما غاديش نناظر علي ادابه بحيث غازي نعطيه حلقه دياله ان شاء الله هي اللي غادي تكون الحلقه الجاية و اللي غادي تكون بعد غدا يلا عجبكم هذا البلان هذا و بجونا نكملوا في هذه السلسلة هذه خليوا نجيم كومونتر و شيب بارتاج اشتركوا في القناة چاو اميكوز اشتركوا في القناة